موسيقى بعدنا بأجواء كأس آسيا بعد شر تنتظرنا مباراة جدا مهمة ويالأدن بالدورة الستعاش وهاي المباراة عتبة مهمة لازم نتخطاها للوصول إلى النهاي اجوز الطريق سالك لتحقيق المبتغى فقولوا يا الله ومثل ما أكونا ستقاتل بالملعب أكونا ستقاتل على الجبهات والثغور وكل يوم عدنا صولة على الفلول المتبقية من الإرهاب وأكونا ستقاتل بكل مكان كل من حسب موقعه ومكانته البرحة انطلقت مهام الجولة الأولى للحوار بين العراق والتحالف الدولي برعاية رئيس الوزراء والقائد العام والسقف الزمن المطروح تصريحا أنه فترة السوداني راح تأدي إلى إنهاء ملف التحالف الدولي بالعراق واستبداله بعلاقات مثمرة أكثر أمنيا واستخباريا ويجوز حتى اقتصاديا وسياسيا المهم بهاي الجولة أن يكون الخروج عبر الحوار للعراق يريد يطلع التحالف بطريقة مهينة وبصريحة العبارة لا طرد ولا التحالف يبقى بطريقة تهتك بها سيادة العراق الطرفين يردون علاقة متوازنة ومستقرة ومتفق عليها هاي الوصفة العامة الحكومة باعتبار هالطرف المعني تقول احنا نريد علاقات ثنائية بينية بين العراق وأي دولة يعني للريدة من أمريكا مو هو اللي ريدة من فرنسا ولا للريدة من فرنسا يجوز هو اللي ريدة من بريطانيا وهذا حقنا أنه نرتب علاقاتنا حسب مصالحنا في هاي الجولة طلعتنا خطين من المؤيدين خط يقول نأيد ونحذر لأن بالجانب السوري أكو تهديد للإرهاب وأكو سجون وأكو مخيمات والحدود صحراء قاحلة طولها 600 كم وأكو مؤيد من نوع ثاني يقول نأيد ونحذر من التسويف المماطلة ونحذر من صياغة علاقة تفرض على العراق وبالتالي اللي يطلع من الباب يرد من الشباش وبمعنى أصح بدن العلياوي إذ علاوي وياكل الهنبي موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام بكلام حر وخلي أرحب بضيوفي ابتداء من الأستاذ علي فضل الله كاتب ومحلل سياسي حياكم الله وأيضا الأستاذ سرمد البياتي خبير عسكري حياكم الله وأيضا كاتو سعد الله خبير في العلاقات العراقية الأمريكية حياكم الله أستاذ صعد الله وأبتدي الحديث مع الأستاذ علي فضل الله حياكم الله ثانيا أستاذ علي حياكم الله موسيقى شنو عليك بالقصف اللي طال قاعدة أمريكية بشموال شرق الأردن يعني نقدر نقول بأنه هذه التفاصيل هذا الصراع بدأ يتوسع أكثر بالمنطقة تحيات الحضرتش والضيفين الكريمين لفريق العمل ولمشاهدي قناة الفرات تحديدا لحد لأن أعتقد الموضوع فيه لبس أعتقد القواعد التي تم استهدافها قواعد في الجغرافية السورية ثلاث قواعد ولم يتم استهداف الأرض لحد لأن أعتقد التصريح بايدن لم يتم دقيقا ولم أيضا يعلن لحد الآن من قبل تنسيقية المقاومة على أنه تم استهداف الأرض بهذا الخصوص لكن مبدئيا هناك تصعيد عالي المستوى من قبل فصائل المقاومة والضغط على الجانب الأمريكي باعتبار أن هناك مطلب للخروج من العراق والمنطقة بل حتى من غرب آسيا فبالتالي كلما ازداد إجرام الجانب الأمريكي باتجاه الغزة وكلما استمر أو أوصل الجانب الأمريكي رسائل إلى الشعب العراقي على أنه باقي باعتبار أن الحكومة العراقية صرحت يوم أمس على البدء بإخراج القوات الأجنبية بصورة عامة والأمريكية بصورة خاصة للأسف أردفت من قبل المسؤولين الأمريكان على أنه لن سحاب للقوات الأمريكية من العراق وهذا ما استفز تنسيقية المقاومة لذلك هذا التصعيد وأمر طبيعي وأتوقع أن يكون هناك تصعيد أكثر من قبل تنسيقية المقاومة للضغط على الجانب الأمريكي للقبول بواقع الحال والخروج من العراق طيب ومن الخرج ممكن يكون بالتحاول شوف هاي يعني اللي راجع التاريخ السياسي الأمريكي من الصعب جدا من يتوقع من الجانب الأمريكي طيب يخرج عبر الجهة السياسية المجال السياسي أو المجال التبلوماسي فقط على الجانب الأمريكي جاء بالقوة ولن يخرج من العراق لا بالقوة طيب حيا أكلم من جديد أستاذ سرمد القصف اللي طال القاعدة الأمريكية أمريكا تقول شمال شرق الأردن والأردن تقول خارج حدود الأردن رؤيتك أنت بهذه القاعدة وين مكانها الجغرافي تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ونوشاديكم وللظيف العزاء يعني المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت يعني عن ضرب أربعة أهداف ثلاثة منها في سوريا وواحدة في داخل الكيام السيوني أعتقد هي أما الركبان أو التنف يعني التنف قريبة بهذا الموضوع هي أقرب من التنف لكن أكو مواقع تواجد يعني أنا فقط أريد أوضح معلومة ترى التواجد الأمريكي في سوريا أكثر من التواجد الأمريكي الموجود في العراق موجودين هناك بين نقاط وبين تواجد من 21 إلى 24 موقع أدهم في سوريا فلذلك يعني مواقع قد يكون أحنا ما نعرفها يعني فلذلك أنا أرى بأنه أقرب شيء التنف يعني قد يكون في التنف يعني مقاومة أعلنت أنه ضربة التنف والتنف مقاربة للحدود الأردنية مننا طريبين مننا التنف فيجوز هذه الضربة وساني يعني إن شاء الله نتفنز مع كلام السيد كاتو لأن حسب ما عرفت بأن هناك تطورات سياسية كبيرة الآن الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يعني الجمهوريين بدأوا يستهزئون ببايدن ويقولون له بأنه أنت لا تستطيع أن ترد يعني نوع من الاستفزاز للديمقراطيين على اعتبار أنتوا لذلك المواضيع قد تتجه يعني باتجاه منحة آخر ما ننسى أنه في أمريكا الذي هم قانون يفرض على رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوم بحماية الأفراد الأمريكيين اليوم هل سألتيني قبل الليقاء قلتيني لأن يعني إحنا دعنتابع وكالاتهم مش دتحتي يعني فوكسي نيوز والبقية والسي أمين يعني يقولون نحن راح ننتظر 24 ساعة إلى أن نبلغ عوائل الضحايا وأعتقد وصلوا إلى 34 يعني عوائل الميتين والجرحة يعني أنبلغهم راح ننتظر طيب وليوش يعني هاي الضبابية بإعلان المكان اللي انقصف شنو الحكمة منها يعني هو مكان معروف ومحدد لا من قبل الجانب الأمريكي أو أي من جانب آخر سؤال ممتاز التنهي الأمريكان ممثلنا تعرفين أنت أي دققون حتى في موضوع الانسحابة أنا مرة قلت لهم قلت لهم إحنا بجيشنا كان يطلنا أبرا الانسحاب بسبوع واحد إحنا ودباباتنا ننتقل من البصرة للموصل إحنا ويطاغاتنا وهذه تلقيها ننتقل هم هسه راح يقعدون وراح يتفاومون وراح راح تفعلهم بطيء في هذه العمليات عدهم يعني بروباقندة وتأمين المقاتليهم وكيف ننسحب بدون ما نسبب يعني أذى المقاتلين نعم فنفس الحالة هسه ينتظرون معطيات كاملة تتجيهم من القيادة المركزية الوسطى نعم معنى عملية العزم الصالم هم يسوها فينتظرون يتأكدون تماما من الموقع وأعتقد نعم أعتقد طبعا هم أكيد راح يردون لأنه الورق جدا متأزم في أمريكا نعم أعتقد بأنه هم يريدون يعرفون مصدر الأطلاق هل هو من العراق أم من سوريا طيب من أجل أني إذا فكروا بالرد طبعا يعني إذا فكروا بالرد المقاومة أيضا راح ترد يعني هو تصعيد مثل ما ذكرت طيب خلي ننتقل للولايات المتحدة الأمريكية وضيفي من هناك الأستاذ كاتو سعد الله حياك الله أستاذ كاتو ومثل ما ذكر الأستاذ سرمات قال بأنه الوضع الآن جدا متأزم بالولايات المتحدة الأمريكية طيب حضرتك الآن في الولايات المتحدة الأمريكية كيف تعيش دوائر صنع القرار في أمريكا الآن بداية مساء الخير عليكم ست فرح ولطيفين الكريمين ولكل مشاهديكم طبعا هذا الصباح يوم الأحد في أمريكا ويوم عطلة كان هناك حدث كما ذكرتم الآن بمقتل ثلاثة جنون حسب يعني بيان قيادة الوسطى في فلوريدا نعم وارتفع عدد الجرحة إلى أكثر من 35 جرحة وأبلغت قيادة الوسطى وزير الدفاع ووزير الدفاع طبعا اليوم عطلة بالنسبة للأمريكان ولكن في الحالات الطارئة ذهبوا وأبلغ الرئيس الأمريكي كل من رئيس مجلس الأمن القومي جاك سوليفان نعم وكذلك وزير الدفاع ورئيس الأركان الأمريكي وأبلغ بايدن وبايدن طبعا صرح بتصريحة إنه سوف نرد في الوقت المناسب وهذا يعني مثل ما قال أخترمت يريدون يتأكدون أنه أنه أي جه انطلقت هذه المسيرة ولكن هناك أصوات نعم فعلا الآن بدأ قبل ساعات مثلا لينزي جرام رئيس اللجنة العسكرية في مجلس الشيوخ قال يجب بس بكلمتين ضرب إيران وبكل فيعني التخوف هنا ألس تقدم إدارة بايد وتعلم جيدا وجميع يعلمون بأن هذه الفصائل مدعومة من قبل إيران ألس يقدم ضرب إيران ما توقع ولكن الضغط الجمهوري الآن بدأ كبيرا وشعبي ومثل ما ذكرنا سابقا ستفرح إنه أثر من 200 هجمات من قبل المقاومة على القواعد والمصالح الأمريكية ما كان هناك في الإعلام الأمريكي يتحدثون بكثيرا ولكن عندما تصل إلى مقتل جنودهم وكذلك يتجرح بهكذا عدد يعني أعتقد الرأي العام الشعبي يكون ضغط كبير على الإدارة الأمريكية بالرد قوي جدا وخلي أقول شغلة يعني حتى لا نناقش كثيرا إنه أيضا هذه سوف تعقد موضوع حتى بالحديث عن موضوع الانسحاب قوات الأمريكية موضوع طيب صدقته وكالات أمريكية رصينة جاء تبث تصاريح لمسؤول أمريكان يقولون بأنه القام بهذا الفعل هو بدعم أمريكي طيب هما لحد الآن ما متأكدين من وين أجدت الضربات كيف تتم هكذا تصاريح من مسؤول مسؤول أمريكي وأيضا من داخل الكونغرس القيادة الوسطى هي يعني تعرف من وين انطلقت هذه المسيرات وأعتقد واضح ببقى ومثل ما قال أخسر يعني ما رأسا يعني يقومون بردفعل إلى أن يتصلون إلى كل يعني الحادثة شو صارت من وضرب هذه تأخذ لها وقت وبعدها لكل حادث حديث ولكن السؤال هنا يكون الرد إذا كان الرد بسيط فإن العضاء الكونغرس الجمهوريين وكذلك المنافس ترامب سوف يدمرون بايدن بالرئي الشعبي الأمريكي وإحنا مقبلين على الانتخابات كان وقت حاطئ جدا وأعتقد أنه هذه ضربة أدت إلى حتى نسف كل المباحثات التي تجري حول سحب القوات الأمريكية والتحالف الدولي طيب خلي أرجع الأستاذ فضل الله أستاذ علي يعني ما أشبه الأمس باليوم يعني بال2008 بدأت المفاوضات على إخراج قوات التحالف وفون تهت الحسنة 2011 طيب اليوم ربما نفس السيناريو يعاد لكن شنو اللي فات نما ذكرنا بال2008 حتى نذكر هسه وعديد المقاومة كانت بمستوى ضعيف جدا نسبة لما وصلت إليه اليوم والجانب الأمريكي نسبة ما كان عليه في عام 2008 عديد القوات الأمريكية والبريطانية وقوات التحالف كان يجاوز قرابة 200 ألف مقاتل طيب وكان وضع الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت تقريبا كانت القطبية الأحادية التي تدير العالم فكانت مكامل القوة كبيرة جدا عند الجانب الأمريكي بالمقابل سلاح المقاومة وعديد المقاومة كان ضعيف جدا لكن بإيمانهم استطاعوا أن يجبروا الأمريكان بالخروج هسه اترك لجزئية المقاومة لا مقاومة جدا لا لا مؤاني سؤالي على الاتفاقية على الحوار ما بين سيادة بلد وأيضا قوات تحالف مش نعمل أكثر من دولة اتمثلت باتفاق بين دولتين للوصول لحل اترك للمقاومة يعني شنو اللي ما صار بالألفين واثمانية ممكن أن نسوي بالألفين واربع وعشرين لا ستفرح ما أنت من قيل ترك المقاومة ما هو أصلا التفاوض الآن الضيف من الولايات المتحدة الأمريكية المقاومة كم تفاوض الولايات المتحدة الأمريكية نعم أولا لم ولن تتفاوض مع الحكومة العراقية لو لا هذه الضربات التي وجئت لها ولحد يوم أمس ولحد اليوم من العراق يا أخوان عفوا إذا كان هناك احترام للإرادة الأمريكية للشعوب الأمريكية خلينا نرجع لترامب اللي هو يمثل الآن القطبية الجمهورية ترامب يقول بالنص بقاء القوات الأمريكية بالشرق الأوسط مضيعة وخسارة كبيرة لأرواح الأمريكان فبالتالي إذا كان هناك احترام لهذه الأراء ولأراء الشعوب من المفترض السحاب أمريكي من هذه المنطقة من أن تعابر عشر ألاف ميل نعم وتهدد الأمن أمن المنطقة بالكامل بل الأنكى والأقوى من هذا أنه أنت تدعم قوة قوة كيان غاصب الآن يستعمل جرائم العبادة باتجاه الشعب الفلسطيني طيب فعن أي قانون عن أي أرواح نتكلم نعم أرواح الأمريكان هل تحتلي على أرواح البشر قطعا لا ما أنت الأمريكان يوميا يوميا البوارج الأمريكية وهذا المضوع غير مصرح به البوارج الأمريكية من بحر اليونان من عدة جهات تقصف الشعب الفلسطيني الأعزل وتعمل على تدميره فبالتالي هذه المعادلة أصبحت حقيقة مغالطة به أقول شعوب المنطقة اليوم تواجه الموت أمام خيارا أما أن تقبل الموت كما هو أو تواجه من يجلب الموت وقد تنتصر وتنتصر إن شاء الله فبالتالي الموضوع نرجع عذرا يعني آسف يعني بتاعدت عن الموضوع لكن أقول المقاومة هي من أجبرت الجانب الأمريكي للتفاوض مع الحكومة العراقية هذه نقطة مهمة جدا الشيء الجديد قطعا مع تغيير موازين القوة من المفترض كل الثغرات اللي أبرمت في الاتفاقيات السابقة ونقاط الضعف التي استغلت يعني هذا من نقاط الضعف موضوع التسليح ستفرح رح أنطيك يعني قصة مهمة جدا تبين عدم احترام الجانب الأمريكي للعهود والعقود الفرقة الخاصة اللي بأمرت السيد العبادي عام 2016 يجيها أمر بالتوجه إلى جبان مخبور من المفترض تطلعوا يا كتيبة الدبابات ترامس هذه الدبابات بدون عتاد بعد التي ولتها شكل رجل اللجنة السيد العبادي التفاوض مع الجانب الأمريكي بالتواسيلة بقطعان النفس على قوته هن وافقه على سعر القذيفة 15 ألف دولار ووافق العراق ومنوافق اش قال لهم قال لهم هنا بالتجهيز 2020 واني ولدنا ديموتون فبالتالي يجب أن تكون الاتفاقيات الآن محصورة بمدد زمنية يجب أن يكون هناك تثبيت يعني نقول عقود تسليح من المترض مطانية بالتاريخ أتجه لدولة أخرى وأروح أسلح الجيش العراقي وهو الأفضل تنويع التسليح ضروري جدا لأن أصبح نقطة الغاف على العراق مستغل من قبل الجانب الأمريكي طريقة الاحتكار وعقود الإذعان أنا أعتقد تعتبر نقطة ضعف كبيرة جدا في الاتفاقيات السابقة نيوشي كانت عقود إذعان بالنسبة للجانب العراقي نعم عقود إذعان أستاذ سرمد شنو اللي ريده من أمريكا يعني العراق بسيادة بكيانة كدولة شنو اللي يريده من الأمريكان وكذلك الأمريكان شنو الأهداف والغايات المتحققة بالعراق هذا سؤال جدا الأمريكان بالمباحثات اللي حتت في آب 2023 كانوا يعني حسب ما نقلون اللي موجودين بالمفاوضات كانوا واضحين قالوا أنتم حكومة أنتم دولة ديمقراطية يعني لبنى من اللبنات الديمقراطية إذا قلتم أخرجوا من أرض العراق سنخرج إذا أتانا طلب موقع ومكتوب من الحكومة العراقية بهذا الموضوع لكننا سوف لن نعود إذا حتشتمونا مثل ما حتشتمونا في 2014 يعني بما معناه إذا جاكم داعش غير داعش يعني تتوقعون بأنه يعني مو يومية طابين وطالعين يعني بما معناه هي جرسالة وسطة تبقى الأسلوب هذا فلذلك يريد العراق من أمريكا علاقات تنائية واضحة بمستوى واحد نعم يوم ما نتعامل يوم كدولة إحنا اقتصادنا أصبح مرتبط بالدولار الأمريكي سلتنا الغذائية ستفرح هاي دايو صليت شو بتوصني اللي بيها مع جون وهذا وتمن كلها استيراد صح دولار نعم ما عدنا شيء تاجنا نزيل فإذا كله دايستورد بالدولار والدولار مضطرين لأنه انبيعنا فضنا يروح البنك الفيدرالي البنك الفيدرالي دزلنا فلوس طيب هذا واقع حال كله اتنا ترى نعرفه واللي ما يعرفه هذا داي يحاول أن يخشي على عيونه نعم أنا لو تسأليني كمثلا كأم قولي أنت تخاف مثلا من شنو إذا إذا أنا بالنسبة للبناء الأمني ما أخاف منه نعم أنا أحتاج أفروصياتي الجوية بصورة واضحة أأتي بالمعدات والأسلحة الجوية ما هو شلون أفروصياتي الجوية واني ما عندي الأدوات ست فرح نعم أريد اللي يطبق لي الأربع مطادئ بالدفاع الجوية نعم اللي هي الكشف والتمييز والتصدي والتدمير نعم أنا أريد أكشف الهدف بأدواتي وأريد أميز الهدف هل هذا أدو أو صديق بأدواتي وأريد أصدّالة بصدّالة بصدّالة مناسب نعم هل عندي ستلتمية عندي سيرام عندي باتريوت كلها بفلوسنا بالمناسبة الفلوسي أجيبه ثم أدمر الهدف أنا عندي خروقات موجودة عديدة موجودة في العراق طيب فلذلك أنا اللي أريد أفروصياتي الجوية وأريد أتحاملوا إيه هؤلاء الناس هاي الدولة هاي الدولة احنا عدنا إياها علاقات استراتيجية هم اللي 2003 هم شنو اللي يردوه هم اللي يردوه أنا خل يعني أوضح الشاب بصورة عامة هم يقولون كلامهم واضح بس يا ترى هل هو هذا الكلام الحقيقي أنا رح أقولهم اللي يردوه هم يريد يقول لك احنا نسحب بعد ما نشوف مدى التهديد مدى تهديد داعش في الموضوع وإحنا نسحب إذا عرفنا متطلبات العمليات إنه اشتطلب وبعد أن تتعزز القدرة التسليحية العراقية طيب لكن نعم ستفرع أرجو أن تنتبهين على هاي العبارة هم يعتبرون الفصائل عدو لهم واضح والفصائل أيما يعتبرون أمريكا عدو لهم نعم عرفت له لا يقول لك هذا العدو محتمل أنه يسبب لنا خطورة هذا العدو مدعوم من إيران هذا كلامهم واضح نعم بالمناسبة أنا أجمل ما في الموضوع الفصائل واضحة في هذا الموضوع أمريكا واضحة الفصائل يقول لك هذا عدونا نحن نتوقف عن القصف في حالة وحدة ينتهي قصف المدنيين في غزة كلام المقاومة واضح ما عدوا غير كلام موقفوا قصف المدينة ووقفوا هذه العرب العشوائية نحن نوقف القصف أما في هذه الحالة فالمقاومة الإسلامية يعني عبر يعني سواء عبر الشيخة الكعبية أو عبر يعني يعتبرون هاي المفاوضات نوع من الخديعة الأمريكية نعم قالوها في صورة واضحة حكم الله فالله قلت له تركتهم للحوارات الحوار جانب والمقاومة جانب آخر مقاومة ما متقنع مع أحد طيب خلي أروح لأستاذ كاتو أستاذ كاتو يعني التحالف أسجلها يامك نرجع لها التحالف إجاء بدعوة من العراق من أجل رقب على الإرهاب من أجل أن العالم كله مهدد بوجود الإرهاب بهذه التفاصيل ليش خروجه لازم يبنى بحوارات مطولة بمفاوضات مطولة واليوم جاني يشوفه بواقع حال ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وبما يسمى التحالف الدولي يعني حسب توجههم ست فرح يعني قوات التحالف مثل ما قال أغسر مهد يعني هما يقولون مو نجي يومية نطلع وثاني يوم تجون تعالوا ساعدونا هذا التوجه أغسرهم أحنا لم يدعش عن نياب تنعانهم ولكن المقيلة مثل ما تفضلت اليوم أيضا قلت أنه فقط المقاومة فعلا تفهم يعني أنه الأمريكان ليس لديهم نية بالخروج أما إذا نجي نسمع كلام يعني الحكومي وكلام آخر بالإعلام يعني ما أتوقع لأنه لم يذكر على لسان أي مسؤول أمريكي مثل بنتاجون بيت الأبيض أنه يعني نيتنا بالخروج من العراق وأكو فرق بين التعالف الدولي وبين الأمريكان المستشارين الموجودين فهناك يعني أكو هواي يعني غلط يعني يفهمون بين التعالف الدولي وبين القوات الأمريكية ستفرع أنا يقول يعني تعطيبا على كلام الأستاذ علي قال إنه الأمريكان فقط بالقوة يفهمون لكن أنا أقول أيضا أنه وراء هذه القوة وهذه الضربة تأكد أنه الأمريكان رح يفقون أكثر متمسكين بعدم الخروج من المنطقة ووتواجدهم في شوكة الأمريكان يطبعون من يروحون مكان ويقولوا لك عنا صرفنا ترليونات هذا مو بيت بايدن وترامب وغيره عنا زين احنا رحنا هناك شون نخرج وإحنا ما متأكدين إنه هذه المنطقة اللي صرفنا عليه ترليونات وحررنا من نظام سابق واليوم فلحنا رح تكون فيه خطر هذا اللي هم يفكرون متى ما كان هناك ضمان المتحدة مثل ما فعله في أفغانستان إنه طلبان أشلون يجي هذا الضمان أستاذ كاتا الضمان شلون أولوياته معاييره شون تبنى يعني الكثيرين يقولون إنه الأمريكان طلعوا من أفغانستان صحيح لأ لا ولكن ما يعرفون شنو اللي موقع بينه ومبين طلبان طلبان سنق وعدوي يعني معلومات مهمة رد أن حصلنا من أستاذ كاتا ولكن الظاهر الصوت انقطع طيب نرجع للأستاذ كاتا بس خلي أشوف عندك هواي ملاحبات وتعقيبات وقمت السجل بالورقة حس قبل لا سئلك السؤال خلي أسمع قبل أستاذ علي ثواني بس فقلها لأنه مؤكو موضوع جدا مهم يعني شوف ينزل هسا من الأمريكان نعم قلت أمريكان سولجرز وان مليتري مزنز ان سيريا ادى التنف كانوا طالعين بمهمة بالتنف بس مكانهم بالرقبان بالأرض مكانهم فصفتهم وين صارت الظاهر بالتنف لكن هما كقاعدة بالرقب ايه شوفي كان الجند الأمريكان في مهمة عسكرية في سوريا في قاعدة التنف الجوية في سوريا لكنهم يتمرزون في قاعدة الرقبان الجوية شماش أرقي عن من هاي المعلومة هسا دنتي شوف المصدر هذا شرح من كلام القيادة المركزية الوسطى يبدو انه طالعين بواجب والجماعة ظهر بيوم استخباراتهم قوية بظاهر معلومات قوية وزقيقة ستة فرحة وفان أوصلت فصالة لكل العالم من استخبارات والجهد الاستخباري والمجال السبراني لمحور المقاومة كان عالي وفايق جدا بحيث استطاع أن يفوق الجهد الاستخباري لكيان الصيوني والولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أنه واحدة من القواعد التي هجموا عليها فصال المقاومة الفلسطينية هي قاعدة مشتركة ما بين كيان الصيوني والبلاد المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أرجع أولا أكذوبت أن الأمريكان جاءوا بطلب من الحكومة العراقية أنا أعتقد هذه فرية وكذبة وهي تبرير للبقاء أقمع الفترة ممكنة بالعراق والدليل على كلامي الحكومة الأفغانية منت النفس باست أقدام الأمريكان للبقاء في أفغانستان لأن بالنص قالوا لهم الجيش الأفغاني غير قادر الجيش الأفغاني اللي سوى الأمريكان وكملوه ندسه وجهزه الأمريكان غير قادر على حماية أفغانستان قوات طالبان قالوا لهم الأمريكان يا به إحنا نريد حكومة تضمن المصالح الأمريكية العليا الشعب يموت الحكومة تموت هذا ما يهمنا ترى هيا كاذيب إحنا نسوقها من موضوع الدموقراطية وحقوق الإنسان فبالتالي إحنا ثبتنا حقوقنا وجيشنا محتاجين في غير مكان فأنتو دبروا أموركم طيب تنتظرين العراق مصيرة مثل مصيرة رجالي بجزئية أنه العراق ما طلب وجود التحالف الدولي لمحاربة الأرهاق رجالي بها جزئية لا للأمانة طبعا الطلب تقدم من السيد المالكي والرفض بحكومة السيد العباد القبل يعني أكو طلب من الحكومة لا لا هذا الحكومة رادت أنه يكون أكو قوات تحالف دولي تسنده وساعده لمحاربة الأرهاق سيد فرح أنا ما كأبين لكن شنو كان المبرر المبرر أنه وإحنا بسبب هجمات داعش داعش عفوا وعدم تجهيز الجيش العراقي باحتقال كانت أغلبية عقودنا للجانب الأمريكي والجانب الأمريكي تنصل عن الإفاع بكثير من العقود والأمريكان لو الأمريكان سووا ويا العراق خمسة بالمئة ما نسوينا ويا الكيان الصيون الآن بحرب الإبادة باتجاه أهل غزة العراق انتصر على داعش بثلاثة يام بثلاثة يام وقفوا تفرج أنا ذكرت ليك مع الفرقة الخاصة نعم أن القذيفة وصلت 15 ألف دولار وقبل بها العراق وبالآخر يقول له الميابة بالألفين وعشرين التجهيز اللي أقوله أنا الشعب العراقي أصبح واضح لديه الجانب الأمريكي مثل ما قال السيد عادل عبد المهدي في رئاسته قال وجد الشركة تينيرال أليكتريك عبارة عن شركة غسيل أموال ولن ولن تعمل على إصلاح المنظومة الكهربائية حتى وإن طال العمر بها فبالتالي أولي توجه توجه سيمينس لذلك حتى موضوع التسليح توجه إلى روسيا وموضوع البنى التحتية والتجارة للمعسكر الشرقي الجانب الأمريكي وفق نظرية ديكتشيدي عام 2008 دائما نذكرها وتوأمت مراكز الطاقة مع القواعد الأمريكية يعني حتى هذه النظرية الدموقراطية اللي جابوها أنا كاتب إيد هي نظرية من أجل لي ذراع أي نظام وطني يعمل على تحقيق مصالح ذلك البلد هي يجون الشعب وينقلب عليه وهذا بصاب حكومة السيد عادل عبد المهدي فبالتالي هذه الأكاذيب أصبحت لا تنطلع على الشعب العراقي لذلك فصائل المقام وهي جزء من الشعب العراقي جزء من الدولة العراقية ومن الحكومة جزء تدرك جيدا أن الجانب الأمريكي لا يفهم إلا لغة القوة الأخ كاتب يقول طيب ما هو التفاوض هو التفاوض مسؤولية الحكومة ليش ما هل أنت تقريبا جاي تثبت بأنه من يقوم بهذا الهجمات هي المقاومة ليش ما تترك الساحة للتفاوض حتى نلقى نتيجة في حال غياب النتيجة هل ما بعثهم لحد الآن التفاوض بعد قائم في حال غياب هذه النتيجة ممكن تكون أكور ونقلنا أصلا هم شون تفاوض الجانب الأمريكي الجانب الأمريكي لو لا ضربات فصائل المقاومة خلال العشر الخلاثة اللي مضت لأنه يقبل بالتفاوض هو محرج وأنا قلت لك يا أمريكا عقا مشاكل كثيرة حرب أوكرانيا وروسيا استنزاف حرب غزة استنزاف مشاكل في كل العالم مشاكل اقتصادية مع الصين مشاكل كبيرة وكثيرة جدا لذلك اليوم أمريكا تشهد أتعس حالاتها اليوم مصرت إلى مرحلة الشيخوخة ومنصفات مرحلة الشيخوخة هو التهور بالتصرفات والسلوك سلوكيات الحكومة الأمريكية جمهورية الدموقراطية كانت الآن وصلت إلى مراحل حقيقة تنذر على أن حكومة الأمريكية ذاهب إلى الفول من خلال هذا التهور واستخدام القوة المفرطة مع الشعوب ستقابل بقوة مفرطة أيضا من الشعوب اليوم محور المقاومة وصل إلى مراحل متقدمة وسيجبر الأمريكان طبعا أنا أكرر الحكومة العراقية جادة في موضوع التفاوض وتريد إخراج القوات الأمريكية وصرح السيد السوداني في مؤتمر دافوس قال بالنص عفوا مجامع داعش الآن أصبحت فلول لا تشكل تهديدا للأمن القوم العراقي هي مجرد فلول تلاحق من قبل القوات العراقية الجانب الأمريكي يرجع يرجع يقول داعش كلها لذي أكد من المنطقة أنت شرطي أنت إله خلي أشوف أستاذ كاتو أستاذ كاتو يعني ما تعتقد بأنه آن الأوان الآن أن يكون العراق بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو كطرف حليف أو وسيط بأنه بين غرماءها بالمنطقة بدل ما يكون ساحة للاشتباك ما بين الأطراف اللي ذكرتها أستاذ علي يقول الآن قلت أنه سرح يرد موعد حسب يعني البيانات من الرئيس الأمريكي واضح واضح أستاذ نداءات كثيرة من أعظام مهمين بالكونغرس يجب ضرب إيران فهل إحنا متجهين إلى حرب في المنطقة يعني مشة كبيرة يعني حاولت هذه الإدارة حقيقة سالفرع إدارة بايدن منذ يعني الطوطان الأقصى حاولت بكل جهد مع خلفاء في المنطقة بعدم توسعة طاقة الحرب ولكن لم تستطع تبع يعني يعني المقاومة في المنطقة في سوريا في لبنان في اليمن نعم والآن في العراق الآن تسأليني ليش في العراق لأنه المصالح الأمريكية أكثر في العراق مما هي في لبنان أو في سوريا أو في اليمن وبذلك يعني رح يكون التركيز ضد المصالح الأمريكية فأني أعتقد أنه نوضح يعني بعد حادثة اليوم حقيقة رح يكون هناك تداعيات خطيرة وراها لأنه فلتت من إيد بايدن ومجموعته وإدارته يعني حتى لو كانوا هم هينين بالراد وكانوا يعني يلاقون عدة انتقادات من الحزب الجمهوري وياسي في واشنطن ولكن عندما تصل إلى هذه الخسارة الكبيرة لهم فأني أعتقد أنه رح يكون هناك رد كبير ومن ثم رد أيضا مثل ما استدعى حاليا من قبل المقام يعني البيت الأبيض أستاذ كتن البيت الأبيض وين رايح بمواجهة قرارات وآراء الكونغرس اليوم البيت الأبيض والكونغرس ربما أكو شد وجذب للتصريحات والقرارات واتخاذ الخطوات المقبلة ستقي عد ما يكون بالإعلام منشر في أمريكا وأصبحت المادة الأولى في الإعلام الأمريكي وفي يوم الأحد العطل العالم ناس كله في بيوت مقتل جنود أمريكان وكذلك العدد الكبير من الجرحة يعني أغلب الشعب الأمريكي ماذا يعرف شنو اللي داي يصير في العراق بين المقاومة وبين المصالح الأمريكية والجنود ولكن هذه الحادثة سوف يكون غداء رايش تأعب بالمقاومة كبير وضغط على الإدارة الأمريكية إدارة بايدن وليه بعد هذه الحادثة يعني أثمن الصوت يفعال جوال أستاذ كاتر عندنا معلومات مهمة لأنكم هو في الولايات المتحدة الأمريكية بس بأكل من دقيقة لأن أعتقد أستاذ سرمد عند موعد يطلع شون البيان صحافة صادر عن قيادة المركزية الأمريكية هذا اليوم برقم معين للنشر فول الإعلان عن خسائر الأمريكية في شمال شرق الأردن أن أعتقدوها بالقرب من الحدود السورية ليسبيشل فري انترناشنال بريس فاي بي وكال الصحافة الدولية الأمريكية يقول في 28 قتل ثلاث أفراد من خدمة الأمريكية وأصيب 25 آخرون في هجوم وحاد الاتجاه بطائرات بدون طيار ضرب قاعدة في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية وبعدين يكمل أنا بس أتمنى بأنه خلي المواحثات مالتنا ويجان بالأمريكي تمر بسلام من أجل أن نضع نرضي شعبنا نرضي حكومتنا يجب أن يكون المفاوض قوي هي طبعا راح تقسم ثلاث لجان بالمناسبة بس يتفرح ورئيس اللجان كلها هو سيد فريق وركن عمليمير يارل هو راح يكون مشرف حي راح يكون بيها وكيل جاز من خابرات أو البيش مرقى أو العمليات يعني دولا كلهم بإضافة إلى قادة الصنوف والأسلحة نتمنى بأنه نوصل إلى نتائج ترقي الشعب العراقي بدايتنا ونحمي نفسنا بدون ما أنا حذرت بين شغلة وحدة الخروج القسري يضر بينا مستقبلا طيب هو من اللي يفارض هالسطوطة هو كملف سياسي لو عسكري لا لا هو ملف بالبداية أنا أقول ملف قد يكون سياسي بالبداية نعم من الطرفين العراقي والأمير بالسياسي بالعراقي أكثر وربما ما يتحول إلى ملف أمني يعني زين ملف أمني بامتياز يعني مطلوب من أنه تسليح مطلوب تقييم تأيدي داعش ويسد فرح يعني مطلوب تقييمات أنا طبعا أشكرك جدا أستاذ سلمت أعتقد عندك موعد أنا أخبر هذا شي أشكر أشكر السفاة تقدر تاخذ راقتك شكرا خلي أرجع لك أستاذ علي مع السلام أستاذ سلمت يعني شنو المشكلة هسا بعدين نعقب على البيانات إنها البيانات تبقى متواردة لحد ما نوقع على الألة شنو المشكلة إذا بقوا مدربين أو مستشارين ممكن يستفادون منها القوات العسكرية العراقية للاستشارة للتدريب مهما يكون الإنسان يحس نفسه أنه متمكن تبقى الاستشارة والتدريب بروريات شنو المشكلة يعني خلينا أجاوب أعتقد تنسب لنيوتن يقول إعادة التجربة نعم بنفس الأدوات ونتوقع أن تكون النتيجة الثانية مختلفة عن النتيجة الأولى أجل لكم لاعفوا فذلك قمة الغباء طيب إحنا جربنا أن الجانب الأمريكي يدرب وبنى وللأسف من خلال 300 مخربط من سوب إلى داعش نهارت خمس محافظات عوفي العراق قد تكون هاي فلتة ومن قبيل الصدفة أفغانستان إحنا 300 مخربط أفغانستان حتى ما قاوموا أفغانستان بالكامل صارت 100 طالبا فبالتالي ترجعني تقليني خليني أرجع أبقي مستشارين أنا ما أخفي ما أخفي السر وللأمانة وأحكيها من باب الإنصاف يعني أبشع أبشع ما صدر من مجلس الأمن وجمعية الأمم المتحدة باتجاه أي دولة هو صدر باتجاه العراق لذلك الحكومة العراقية الحالية والحكومات السابقة مكبلة من قبل الجانب الأمريكي بقرارات أممية هذه القرارات الأممية حقيقة تستغل لاستغلال فاحش من قبل الجانب الأمريكي وللأسف الحكومات المتعاقبة لم تعود النظر بالقرارات التي صدرت من تسعين إلى ألفين إلى ألفين وثلاثة كان من المفترض مع تغير حالة الحكومة العراقية يعني آخر وأبشع وقرار قرار من جلس الأمن اللي انطلو صاية لبنك الفيدرالي الأمريكي بإدارة الأممانة العراقية تدرينا نحن بيع اليوم وراء أربعة شهر مما بيعت هذا الشهر ربع ما نبيع يرجع لنا مو نفس الشهر ربع تشر فهذا إجرام فأنت مبقيني تصدق عليه وتقل لي احترم القوانين ما أنت تتعاملها بأسلوب احتكاري وبعقود إذعان وبالتالي أنت بصادر سياتي ما أنكر أن الحكومة العراقية مكبلة مقيدة وللأمانة لكن بنفس الوقت تتعامل بعقلانية الأهم أنا أي شيء أقرأ المشهد المكون السياسي الشيعي أدرك غطرست الجانب الأمريكي ذلك انقسم إلى دورا دورا اسمه فصائل المقامة فصائل المقامة هي الذراع ونذاء من أثناء هذه العبارة كتحليل بعيدا عن معلومات أنه هاي الفصائل هي وسيلة الضغط الحقيقية التي تجبر الأمريكان لإعطاء تنازلات من خلال استغلال هذه القوانين الدولية تقل لي لاستخدم القوة أنا أكرر ما عدنا شيء بالمنطقة بعد نخسره أمريكا هدمت البنوة التحتية عام 1190 ما للعراق بالكامل يجب تبليفين وثلاثة بحجة إسقاط النظام ضربت الكهرباء ضربت المي ضربت المستشفيات ضربت وكنا نتوقع أنه هاي الدولة العظمية مثل مؤسسة الكويت بستشير يرجع العراق اللي شاهدناه فقط القتل شركات أمنية تزرع الطائفية شركات أمنية أمريكية زرعت الطائفية والحروب الأهلية بالعراق ثم جابت إلى داعش ودربت إلى جاميع العرابي فبالتالي انتظار القرارات الأمريكية انتظار الموضوع فيجب الذهاب إلى الأمام ومواجهة الجانب الأمريكي عبر المجال العسكري والأمني والسياسي أكيد الحكومة الآن تطمو بواجبها بس أكو جانب أهم من كل اللي ذكرت حضرتك خلي أسمع رأيي أستاذ كاتو بي أستاذ كاتو خروج العراق من البند السابق وفرض الوصاية على العراق مكب المجلس الأبن الدولي وتحكم الفدرالي الأمريكي بأموال العراق ومثل ما وضح أيضا بعض التفاصيل أستاذ علي هذه الأشياء محسوب حسابها من ضمن الاتفاقيات ما بين أمريكا والعراق يعني لو بس تطلعون من جانب وظلوا تحكموا بنا وبفلوسنا وبمقدراتنا وليس تفرح خلي أقول لجاني يعني مواطن عراقي وعايش في أمريكا أكثر بثلاثين سنة مع الأسف الأخطاء اللي ترتكبها الحكومات العراقية حقيقة يعني ما عندهم الأشخاص المستشارين اللي يفهمون كيفية التعامل مع هذه الدول حقيقة أقول لج يعني يجون مرات كثيرة يعني يجون إلى مؤتمرات ويوقعون على أشياء هما ما فهمية ولا يعتبرون اعتبار أنه بعد سنة شنو يصير من هذا التوقيع مثل ما فعلت البنك المركزي من أجو يوم أسه وراء هذه الحادثة إنه شنو رأي يصير أربك الموقف اللي جاء اللي رأي تنعقد أخذيها مني يعني هذه مئة بالمئة ما رأيك أكد تطاوض تحت ويقول لك أنا أقتل وأنضرب وأساوي هذا كلامه وكان سبب توقف هذه اللي جاء من العام الماضي 6 فرع شهر الثامن نعم سبب الأمريكان يقولون نحن ما نتفاوض ونحن تحت التهديد وضرب ويومية تجينا مسيرات فقبله وقبل أسبوع ولكن هذه الحادثة نسفت كل هذه الجهود في اللي جان وغير اللي جان كلها رح تتكنسل صحيح فإذن الرد شنو يعني أمريكا تيجي ترود المقاومة تيجي ترود من الخاسر الحكومة العراقية الشعب العراقي نعم لأنه خلي نكون واقعين أيضا أستاذ علي إحنا مثلا العراق ليش نكون الساحة إيران وأمريكا والأيضا لازم نسأل أنفسنا إحنا بلد يعني إذا عدتوا مشاكل إيران وأمريكا رحوا تقاتلوا في غير مكان رحوا تقاتلوا في لبنان رحوا تقاتلوا في سوريا في أي بلد من يحدد هاي المخرجات أو هاي الموقايات وثقاتها من اللي يحددها ويوصلها لأمريكا ويقول لي يا بأ أنا ما لعلاقة أنت تشتبك اشتبك خارج أرضي مشكلة يعني أنه ما كان مثل ما يقو أستاذ علي أنه العطار صارت قسمة قسم بالسياسة قسم بالمقاومة يعني ما أفتهم لعدش يعني شكلته حكومة فالحكومة شنو دورها فهنان المشكلة يعني ما أنطوا مجال لرئيس الوزراء السوداني العمل من خلال اللجان بالمفاوضات يعني الرجل الآن في موقف محر جدا جدا ومع الأسف الشديد يعني إحنا كعراقيين يعني نتمنى أنه شفتي العام الماضي كان هناك استقرار أمني واستقرار اقتصادي وبدت الانفتاح على الدول بالمجي والاستخدام يعني البارح داخرة من وزارة الخارجية الأمريكية على كل الأشخاص الأمريكان الخروج من العراق هذه إشارات مو صحيحة هذه رح تأذي البلد يعني معروف ولكن اللي يعرفها من خلال خبرتي وجود في واشنطن أنه بعد هذه الحادثة الأمور سوف تتجه إلى اتجاه خطير استاذ علي يعني كلام استاذ كاتو كان واضح جدا ممكن أن تضع هذه الهجمات الحكومة العراقية بحرج أمام التحالف الدولي وإيضا راح يزيد التمسك بالبقاء طيب وإحنا استسلاح ذو حدين أنت إما تخرج هذه القوات وتقاومها وممكن تجيب نتيجة أو جاي يكون الدور عكسي أنه يستمرون بالبقاء والتمسك يبقاءهم في العراق ستفرح المشكلة إحنا لنقلب الموضوع بالعكس يعني ليس العراق رايح لأمريكا أمريكا جاي للعراق اجدت أمريكا بسبب داعش رئيس السلطة التشريعية القائد العام للقوات المسلحة قبل سنة بألمانيا ذكا له لا حاجة للقوات العسكرية الأمريكية فقط للقوات الاستشارية وصدقنا هاي السالفة وقلنا ننزل ونسأل ورحنا بنشوف لمجرد ما صارت أحداث غزة وتم التعاطف مثل ما تعاطفت أمريكيا وهي الكيان الصيوني المجرم تعاطفه فصائل المقاومة الإسلامية أسعب للقومية العربية عبر العقلية الإسلامية عذر 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 أسعب علي بس اسمح لي شي تبين هذه القوات الاستشارية تبين قوات قتالية من بعض هدى الرتم هدى الرتم الحد معاني أتفاوض وأطلحهم ليش تخليني بحرج أمام التحالف الدولي أختي صارن صارن ست سنوات من انتصرنا سبع سنوات من انتصرنا على داعش طيب انتهت الحاجة علت وجود القوات الأمريكية انتفت طيب بالتالي طلعت أنت ما طلعت أتقل اللي بي طلب من الحكومة العراقية نعم انت شنل جابرك الآن تنطي ضحايا أمريكا نعم إذا فعلا جاء من أجل الحكومة العراقية ما أفغانستان توسلت بيك ليش ما بقيت ما بقيت لأن ما صنعت إذنانا بالعراق ما قدرت أن تصنع حكومة موالية للجانب الأمريكي بحيث تحقق المصالح الأمريكية دون النظر لمصالح العراقية أنا أشكرك جدا الأستاذ علي فضل الله كاتب محلل سياسي شكرا وأيضا شكر موصول لضيفي اللي غادرني قبل قليل الأستاذ سرمد البياتي خبير عسكري وأيضا شكرا للأستاذ كاتو صعد الله خبير في العلاقات الدولية العراقية الأمريكية وشكرا لكم مشاهدين الكرام ودمتم بأمان الله وحفظه ودعاكم للعبة يوم غادر ما بيننا وبين الأردن وإن شاء الله أسود الرافدين راح يكفون ويقفون